عشرون ألفاً هو عدد المرتزقة المتواجدين في ليبيا وهو رقم يصدر للمرة الأولى عن الأمم المتحدة وبلغة حادة وغير مسبوقة مع المتفاوضين الليبيين تطرقت المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز إلى مسألة المرتزقة وصفة وجودهم بالانتهاك المروعي للسيادة ومنبهة إلى أنهم يشكلون خطورة حقيقية في حال فشل الحوار وفيما يتحرك مسار الحل السياسي ببطء وصعوبة يبقى مصير الآلاف من المرتزقة في ليبيا على المحك فنار الحرب الليبية التي أغوتهم للقتال طمعاً بالمكسب المادي طرح إخمادها مجموعة من الأسئلة تتعلق في مجملها بالمرتزقة الذين سيقوا إلى ساحة القتال وهم مرتزقة من سوريا والشاد والسودان إضافة إلى الفاقنر الروسية أحد أهم بنود الاتفاق الدائم لوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخراً مغادرة المرتزقة والمقاتلين الأجانب في غضون ثلاثة أشهر من توقيع الاتفاق لكن هل سيغادر هؤلاء حقاً؟ يشك كل طرف من أطراف الأزمة الليبية في نية الآخر سحب مرتزقته من أرض المعركة لكنه من المؤكد أن قضية عودة المرتزقة إلى بلادهم مرتبطة بقرار الجهة المسؤولة عن إرسالهم أكثر من قرار تلك العناصر فالجهة المرسلة لهم ترغب ربما باستثمارهم ونقلهم إلى بؤر توتر أخرى ليكونوا أدى تحرب من الوكالة فيما يرجح البعض أن يتم تجنيس بعض المرتزقة تمهيداً وتحايولاً على قرار خروجهم أو عودتهم إلى سوريا الاتفاق لم يحدد مصير المرتزقة ما يثير المخاوف من نقده إذ أن التحدي الأكبر أمام الليبيين ما إذا كان سيتم سحب المسلحين الأجانب من بلادهم أم سيشكلون لاحقاً جزءاً من البنية الاجتماعية الليبية